بار المحلية غدا ان شاء الله انطلاق بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي طبعا كل الدعوات وكل التمانيات بالتوفيق لمنتخبنا الباراليمبي أصحاب الهمم أصحاب العزيمة اللي بيعلمونا يعني هي عزيمة ويعني إيه إصرار بكرة بإذن الله تعالى هيكون افتتاح بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي واللي هتتلاقي في صالة الدكتور أو مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر هتستمر لمدة 30 أكتوبر اللي احنا هتستمر لمدة أو لحد 30 أكتوبر اللي احنا فيه البطولة مشارك فيها 24 دولة من قرات مختلفة يعني مش من أفريقيا بس ودي طبعا مفاجأة لها بس ده طبيعي عادي بيبقى ليهم أو الباراليمبي بيبقى ليه قوانين مختلفة هي بطولة أفريقيا نعم ولكن فيه فرق من قرات أخرى ولازم اللاعب يلعب ثلاث بطولات مختلفة ويحقق فيهم أرقام كويسة خلال فترة التأهيل ولعبتنا السنة دي السنة اللي فاتت شاركوا في كأس العالم وبعدين بيشاركوا دلوقتي في بطولة أفريقيا المفتوحة والسنة الجاية هلعبوا بطولة فزاع الدولية ودي واحدة من أكبر بطولات العالم برضو لذوي الهمم منتخبنا بيدم أسماء ونجوم الحقيقة من دهب خلينا أقولهم لحضراتكم فاطمة عمر أعظم رياضية على مستوى مصر في التاريخ فاطمة عمر يا جماعة ونرجع نقول ونزيد فاطمة عمر صاحبة التمن تسع مانليات أولمبية فاطمة عمر عملت إنجاز يصعب حتى على الأسوياء أنهم يعملوه معنا في المنتخب البراليمي فاطمة عمر شريف أثمان ريحاب ردوان نادية فكري راندا تاج هاني محسن شعبان يحيى أسماء من دهب أسماء تحط مصر دايما في المقدمة نتمنى لهم كل التوفيق وأكيد إن شاء الله الحلقة القادمة هنجيب لحضراتكم أخبارهم وإن شاء الله نحاول نصطيف نجوم كبار منهم ينورونا في الستوديو ونعرفكم بيهم لنحية يستحقوا أكتر من ذلك كده يكون خير ستأخبارنا خلين نطلع لفاصل ونستقبل بعد الفاصل فريقنا الأول لكرة ألماء رجال واللفاز منذ أيام قليلة ببطولة كأس مصر نعرف منهم كل شيء بدايتهم من أربع سنوات إعداد هذا الفريق وصولا نفوذنا بكأس مصر وإن شاء الله هم وعدين ببطولة الدوري هذا الموسم هنطلع لفاصل عشان نستقبل ديوفي بعد الفاصل